مساء الخير أعزائي المشاهدين ومشاهدين قناة الصحة والجمال ومشاهدين برنامتكم صالون رودي النهاردة معنا حرقة جديدة وقضية جديدة حنقشها معاكم النهاردة إن شاء الله زي ما عودناكم أن احنا بنقش أهم الأضايا الاجتماعية في وسط زحمة الانتخابات والتنافس الشديد بين المرشحين على مين حيمثل صوت الشعب بصدق وأمانة الشعب اللي عايز حد يمثله ويوصل صوته بأمانة بنفاجأ طبعا بجريمة إخلال بالشرف قضية فساد لأحد المرشحين والتي صدر فيها حكم بات واجب النفاذ بتاريخ 13-9-2020 لمزيد من المعلومات عن هذه الأزمة الانتخابية وهذه القضية اللي هنعرضها مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله باستخدمنا الأول إن شاء الله نرحب بديوفنا المشرفيننا النهاردة معينا في فقرتنا فقرتنا النهاردة أستاذة غادة المجني عليها أستاذة غادة محمود عبد العزيز الشيخ أنا وسلم بحضر بك يا فندم بنورنا النهاردة ونرحب بالمستشار مصطفى أصطفتي نورنا يا فندم أنا وسلم بحضر الله قبل ما نبتدي عزيزي مشاهدين فقرتنا النهاردة وقضيتنا إن شاء الله اللي عندما قدع معيكم ومع ضيوفنا حنعرف بس معيكم فيديو صير كده وحنرجع لكم تاني كم من فقرتنا القضية بتاعتي وسبت المحام الأولاني اللي كنت الفساد سأنا قلت كده دي مشكلة كبيرة موجودة في بلادنا وبنتحرك فيها وفي أجهزة رقبية شغالة بتعمل على مكافحة الفساد دائما ما ينادي الرئيس السيسي بالضرب بيد من حديد على كل فاسد ومن هذا المنطلق نتعجب ونتساءل هل من المنطقي أن يكون السارق بحكم بات نهائي من المحكمة وهو حكم مخل بالشرف مرشحا في مجلس النواب الغريبة في الموضوع أننا اتفجأت أنه نازل انتخابات مجلس الشعب بداية الحكاية العجيبة تحكيها الأستاذة غادة محمود عبد العزيز الشيخ صاحبة هذه المشكلة والتي أخذت حكم نهائي بات على هذا السارق مشكلتي بدأت من أربع سنين أني أنا كنت نفسفرة برا وعندي شقة مأجرها اللي اتجاوزت فيها دي في الهرم صاحب العمارة اتوفى ابنه وزوجته وولاده يعني ورسوا العمارة خلوني أنا مسفرة برا وبدفع إيجاري بالسنة مقدما وما فيش أي مشاكل بينيوا بينهم اقتحموا شقتي قصروا الباب بالبلطجة أنا شقتي كانت فيها حاجات كتيرة جدا 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 جايبها من برة وقرتي حاجاتي وجايبها حاجات خاصة بجهاز لبنتي وكده حاجات بها مبلغ كبير خد الحاجة بالكامل قلت له خلاص أنا هارفع قضية وهمشي في سلك القضاء واذا ثبت انه سرق يبقى ساعتها اللي بيفصل في الموضوع هو القضاء كلفت المستشار مصطفى الصفتي بانه هو يتولى القضية بتاعتي وسبت المحام الأولاني اللي كنت معاه وبناء عليه السيادة المستشار خد لي حكم بعد ما حصل فيه نقض بسنة حبس قال لي على فكرة خلي بالك احنا عارفين بيتك اللي انت قاعدة فيه ومش بعيد علينا يعني ان احنا ممكن نعمل اي حاجة فتدهديد رسمي فقلت له عموما انا عايشة في بلد فيها قضاء وفيها قانون والقانون هو اللي هيحميني عليه حكم السنة واجب النفذ ما فيهوش طعن ما فيهوش اي نقض ما فيهوش اي حاجة ده خلاص واجب النفذ فازاي ان هو هينزل انتخابات مجلس شعب يدافع فيه عن ناس مفروض ان هو يجيب حقوق ناس وهو اول واحد جار على حقوق الاخرين يعني زلم سرق انتهك حرمة بيت انتهك حرمة حياتي الخاصة ماذا تطلب صاحبة الحق من الرئيس السيسي والله انا بطلب من سيادة الرئيس ان ان انا عايزة حقي بطالب بحمايتي بحماية عيلتي بحماية بيتي ان ما يحصلش تعدي لا علي ولا على اي حد من عيلتي وانتقلت الكاميرا لمكتب المستشار مصطفى الصفتي لمعرفة ماذا سيحدث لهذا السارق والله القضية دي قضية مخلة بالشرف من الدرجة الاولى هي قضية سرقة ومتهم فيها شخص للأسف تم ترشيحه في مجلس الشعب طبعا الايام دي في انتخابات مجلس الشعب وهو مرشح عن هزب الوفد وللأسف هو المفروض حالس من حرص القانون يعني قانون لا يجوز اصلا ان يتم ترشيح شخص يمصي للشعب وهو متهم في جريمة مخلة بالشرف والامان ما هو رأي المستشار مصطفى الصفتي في هذه القضية القضية دي مرض بثلاثة درجات درجة اولى طبعا المجنة عليها كانت تقدمت بلاغ الاول لما تسرقت شقتها وكسر الشقة وخد كامل محتويتها من جوة كانت هي مسافرة برى البلد والشقة دي كانت مستجرة من والد هذا الشخص كسر الشقة وخد محتويت الشقة لما عرفت راح تبلغت نيابة والمحضر دي الاصف هو باعتبر محايمي طبعا ويقدر يتلاعب حفظ المحضر عمل التظلم منه ومشي بقى قضية سرقة اتحكم عليه في اول درجة بحكم سنة مع النفاز عمل استقناف وقدر ياخد براءة في الاستقناف تقدمنا بطلب للنيابة والنيابة فعلا نقضت الحكم ده وتم بإلغاء الحكم البراءة اللي صادر من الاستقناف ده بإجماع القراء وصادر حكم فعلا في 13.09.2020 بتأييد حكم اول درجة اللي هو الحبس السنة مع النفاز فأصبح حائز لحجية أمر مغضي وأصبح حكم بات غير قابل للطعن عليه بعد الحكم الثالث والبات من النقد بحبس المتهم سنة دون المحاولة منه بأي شكل من الأشكال كونه محامي أن يطعن على هذا الحكم أو يتملص منه طبعا نصفاتنا غالق عالية بوزارة الداخلية وأكيد أن حكم ده يتنفذ ويتم استبعاده من الانتخابات لأنه لا يصلح أنه يمسل الشعب سرقة وهو كسر الشقة وخد محتوى الشقة يعني خد شقة عمره بتاع ناس في كل اللي قلته له قلت له أنا مش هقول غير حزبون الله ونعم حضراتي المشاهدين زي ما عرضنا الفيديو مع حضراتكم دلوقتي وعرفنا أن المجني عليها الأستاذة غيدة تعرضت للصريقة هنرجع الأستاذة غيدة دلوقتي ونعرف منها هل تحصلت على المنقلات المسوقة هو في البداية أنا بس عايزة أوجه يعني رسالة للسيد وزير الداخلية بحماية وحماية عيلتي وحماية بيتي علشان التهديد اللي أنا تعرضت له أنا ما تحصلتش على أي حاجة من المنقلات اللي كانت موجودة في الشقة خالص كل حاجة اتخذت ما سابليش حاجة خالص في البيت بل بالعكس هو تلف كمان البيت قبل ما يمشي بيتي كان فيه منقلات كتيرة وكانت حاجات أنا جايبها كتيرة من بره وكانت حاجات فيه حاجات كتيرة جدا جدا غالية جهزة كهربائية كل حاجة يعني بيت مفروش بالكامل جميع من ممتلكات الشقة بالكامل كلها تمل إستلاء عليها بالإضافة لحاجات كمان كنت جايبها لم أستخدمها أساسا خدها كلها حتى الشقة كلها كانت مكيفة شالت تكيفات كلها هو ما سابليش حاجة خالص في البيت حصل أن حد من إخواته اتواصل معي عشان خاطر يتفوض معي في أن هم طبعا هاخد الشقة ومليش ضعب القضية بينك وبين أخويا والكلام ده كله طيب ماشي خلاص أوكي نتفوض مفيش مشكلة كان في قضية كان في قضية القضية القضية كانت شغالة القضية كانت شغالة نتفوضه كان معي سيادة المستشار فضلت ماشية معي طب بصي إحنا كل اللي هنعمله هدفع لك 65 ألف جنيه تمن الشقة تمن الحاجة اللي خدناها من الشقة وتتنزلي عن كل الأضايا اللي بيننا وبينك طبعا أنا رفضت يعني حاجة يعني أنا حسيت أنه بالضبط واحد جاي بيسرقني وبدأ بياخد كمان يعني مقابل على سرقته ليه بالقصة طبعا يعني كل دوت كانت رسائل ما بيني وما بينه بعت رسائل للسيادة المستشار كلها لأنه كان فيها تهديد أن يعني أنت بات تفتكريش أن أنت إحنا مقدرش ناخد الشقة مرة تانية لأن أقدر ناخدها وعارفين كمان بيتك ونقدر إن إحنا نيجي يعني مرشح قام بتهديدك أثناء القضية ما كانت مع مرتوعة وأخوه بس طبعا هو أخوه جاعة يعني عن طريقه فطبعا أنا رفضت الموضوع الدوات لأنه تم تهديدي ومش بس أنا ده تم تهديدي بالإضافة لتهديد جيراني اللي شاهده معايا في الواقع يعني هاديك شايفة أن الواقع دي حصلت أو السرقة دي حصلت بناء أنا على أن في قضية شغالة وأن في مشكلة أصلا كانت فيه مشاكل قبل السرقة ما كانت فيه مشاكل خالص إحنا كنت أنا مستأجرة الشقة من والد الولد بالزبط وبدفع إيجاري بالسنة مقدما الولد استغل فرصة أن أنا والده توفى وهما ورسوا العمارة راح قال للجراني الجراني تفاجأوا بي جايفة العمارة فقريح قال لهم هي الشقة دي مش دي بي بتاعت مدام غاية ده قالوا له أيوة قالوا مو هي سايباها والشقة لازميني قالوا له يعني إيه لازمك دي شقتها والستة بتدفع لك الإجار فأنت مليكش حق في الشقة كلام دوت مثلا عد عليهم مين بالزبط وقسر الشقة راح قسر الشقة وفرغ محتويات الشقة بالكامل من كل حاجة فيها أو يعني لحد حتى الآن ما فيش أي حصول أبدا على أي ممتلكات خاصة بيكي خالص حتى إخوتي في اليوم دوت راحوا على أساس خاطر أن هم يشوفوا إيه اللي حصل في البيت وإيه اللي حصل في الشقةوي نحاول أن احنا ناخد أي حاجتنا حتى على الأقل يعني كده 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 تعملت ضده محضر والمحضر اتصنف كجريمة مخلة بالشرف جريمة سرقة وصدر ضده حكم في محكمة الدرجة الأولى بالحبس سنة والاستقناء هو طبعا ده للأسف المفروض أنه حارس من حراس القانون مفروض هو محامي وللأسف احنا فجئنا في الفترة الأخيرة أنه مرشح لمجلس الشعب هو بيستخدم نفوزه طبعا في تهديدها طبعا تهديد ده يمثل لجريمة بحد ذاته لوحدها لو تحرك ضده حالا لو يدرنا نسبة التهديد عليه هينزل برضو في جريمة أخرى بخلاف الجريمة اللي واخد فيها حكم نهائي بمحكمة النقط جريمة السرقة اللي هو أخذها كان المفروض لا يصلح أصلا أنه يرشح في مجلس الشعب لو فيه تشريع قوي وتشريع موجود عشان كده أنا من خلال البرنامج بتاع حضرتك دهوت أنا بقى ناشد بتشريع قانون يبيح أو يعطي للأجهزة إجراءة حريات أو أي شيء بيحد من الشخص المرشح لمجلس الشعب لأنه ده المفروض هيمثل الشعب في مجلس نواب وهيشرع قوانين فإزاي شرع قوانين وهو متهم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة زي ما قالت مدام غادة الراجل ده استهدم بلطجة الراجل ده استغل نفوزه وكونه محامي وعالم بالقانون فيقدر يلعب الراجل ده رح حرر عقد بيع وهمي لشخص ما والشخص ده رح حرر عقد إيجار ورفع دعوة طرد واستحصل على حكمه بالطرد عشان يقدر ياخد الشقة بشكل قانوني طبعا احنا قدرنا نثبت أن ده كله جريمة تزوير تزوير معنوي المفروض أصلا حتى أنا برضو من خلال المنبر بتاعك ده بناشد الأجهزة والنيابة العامة وبلغ للنائب العام من خلال المنبر بتاع حضرتك أنه هو يقدم في جناية تزوير معنوي لأنه يحرر عقد وهمي في ظل شقة مؤجرة وعقد إيجار في ظل القانون القديم وهذه السيدة وزوجها كانوا مسافرين برة وفيها عقد إيجار وشقة في حيازة ناس ويحرر عقد بيع والشخص ده يحرر عقد إيجار لشخص وهمي ويستحصلوا على حكم بالطرد ده تزوير فيها أوراق رسمية وتزوير الواقع فيعني جرائم عدة جرائم عدة لا يصلح فيها أنه هو يكون يعني هو استغل دلوقتي عقوبة جريمة اللي هي الجريمة التهديد بصورة ابتزاز تحت مسمى الابتزاز فيه تهديد عشان يقدر تتنازل فهو يترشح فهو بيحاول يهدد عشان يخطط التنازل عشان يبقى مرشح لكن هو اترشح فعلا قبل صدور الحكم النهائي البات من محكمة النقاط يعني كان ترشيحه كان سابق على صدور الحكم الحكم كان 13-9 ده بخلاف لو أنا لو الأجهزة فعلا حررت أو النائب العام حرك وأبو ناشط برضو من كل المنبر التهديد كان هو أنه يحرر أو يحرك الدعوة الجنائية في جريمة التزوير معنوي لأن فيه حكم صادر على خلاف الحقيقة حكم بالطرد صور وقعة مزورة في صورة وقعة حقيقة عشان ياخد المنقلات وعشان يسرق الشقة وعشان يبتز النازل الشقة كان فيها منقلات تزيد عن أكثر من مليون وشوية يعني صاحبة الشقة نهاية موجودة بتقولي الشقة كان فيها منقلات وكانت هي مجهزة بنتها وخدت تكيفات ووقع للأسف هو استغل كونه محامي واستغل راجل معه فلوس قدر يجيب ناس أجر واحد يبيع له البيت أو يعمل عقد وهمي يعني ويعمل عقد يجار ويستغل القصة دهية والحمد لله القانون أنصفنا وصدر حكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه بالحبس سنة مصدر من محكمة النعض أستاذة غيدة قمت برفع دعوة تعويض عن الإصابات المادية والمعنوية اللي تمت عن رفعنا دعوة تعويض السادة المستشار رفعها عشان أننا نحصل على تعويض منه بخصوص الحاجات اللي السرقت كلها من الشقة والحاجات اللي هو تسببها لنا كمان من أذى نفسي نحن بقلنا خمس سنين في الموضوع دوت فإن شاء الله مستنين كمان بس أنه يتقبض عليه وإن شاء الله يعني الحكم يتنفذ ونبدأ بقى في إجراءات إن شاء الله لكن إحنا رفعناه إن شاء الله يعني تم رفع دعوة فيه دعوة تعويض فعلا مرفوعة في المحكمة وإدبي كان فيه دعوة تعويض فعلا مرفوعة حاليا وكانت موقوفة الحين الفصل في النقط والنقطة تفصل فيه في 13-9-2020 بالحبس سنة مع النفاس وأصبح حكم نهائي بات يعني هو دلوقتي حكم نافذ حكم وواجب النفاس وواجب النفاس 13-9-2020 حضرتك دلوقتي مستشار مصطفى عليه ما تمش تنفيذ الحكم الحكم صادر من محكمة النقد الأول كان هو أخذ حكمه في أول درجة لمدة سنة مع النفاس وفي الاستيناف قدر ياخد براءة وإحنا تقدمنا بطلب للنيابة النيابة نقضة الحكم دهوت وصدر حكم بيجمع الأوراق من محكمة النقد بإلغاء حكم براءة وتأييد حكم الدرجة الولداء بيلف الدورة داخل محكمة النقد بياخد رقم حاصر وبعدين بيتبلغ فيه الأجهزة الأمنية بيتنفس لسه طبعا الحكم حديث فعشان كده ملحقش يتنفس حتى لها وأنا من خلال هنا بناشد برضو الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ الحكم ده لأنه حكم واجب النفاس وهو ناشد سيد نقيب المحامين بشطبه لأنه لا يشرف أن يكون ممثل لنقابة محامين ويكون محامي للأسف المفروض هو حارس قانون وبيلتزم بتطبيق القانون طبعا احنا عايزين نعرف من حضرتك الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذا الحكم الإجراءات هو الحكم بياخد دورته في محكمة النظر بيتأييد في براءة محاصر وبيتبلغ به المدرية الأمن اللي هو تابع ليه وبعدين يتبلغ لإسم الشرطة اللي هو تابع ليه ويجري الرجال المباحث بتقوم بتنفيذ الحكم عشان كده تأخر لحد دوقتي ما تمش حتى الآن حتى الآن طيب يعني المفروض أنه مش من الصعب أبدا أنه نحنا نوصل للمواصل زي ده لأنه معروف دلوقتي دايرته مش مبهم مش شخص مبهم لا فإذا كان مرشح لمجلس الشعب فمعروف للدائلة بتاعته كلها ما كان زي محل إقامته السكنه الحاجات دي كلها معروفة فمش صعب أبدا أنه ننفذ حكم زي ده طيب مستشار مصطفى برضو أنا أريد أن أعرف من حضرتك إزاي نقدر نتحرع عن الشخص قبل ما ناخد أي يعني بدقة عشان ما يحصلش نفس المشكلة اللي حصل دي تاني والله أنا يعني بقى ناشد الأجهزة التشريعية في البلد بأنها تسن قانون بدقة التحريات عن أي حد مرشح لأنه ده بيمسل الشعب في مجلس النواد بيمسل الشعب بيسن قوانين وبيطلع قوانين فأنا مش من منطقي أنه واحد يكون متهم بجريمة مخلة بالشرف لازم أول شرط أول شرط في قانون في القانون تنظيم الاندخابات أنه يكون حسن السيرة والسمعة وطبعا جريمة مخلة بالشرف يعني تتعارض مع حسن السيرة والسمعة عشان أتلاشى الكلام ده يبقى فيه تحري من أجهزة أمنية قوية عن الشخص المترشح ده هل ده يصلح لأنه يرشح لمجلس النواب ولا لا ولو عليه شبهة بسيطة حتى لو عليه حكم والحكم ده ولو خطف براءه لكنه ليس حكم نهائي حتى لو هو متهم اتهام بسيط بجريمة مخلة بالشرف كان يجب أنه يستبعد يستبعد من الانتخابات على طول لأنه مجرد وجود شبهة عليه هذا الشخص يعني انحصرت عنه صفة الحسن السمعة والسيرة أكيد طبعا طيب أستاذنا ومستشارنا اللي نورنا النهاردة برده عايزين أعرف من حضرتك ما هو النقص في المنظومة التشريعية القانونية لمواجهة الفساد وأعطاء كل ذي حق نحقه طبعا والله هو الأجهزة التشريعية ما شاء الله الأيام دي بتسن قوانين أنا شايف أن هي قوانين جميلة ولكن هو الدقة بس في التشديد التشديد في سن قوانين تكون دقيقة قوي في اختيار المرشحين تطلع الليحة النهائية بتاعت المرشحين على ضوء قوانين قوية وعلى ضوء إجراءات قوية تمنعني أن أنا أختار شخص يكون عليه شبهة جنائية أو يكون سيء السمعة أو يكون بيستخدم ماله أو يستخدم بلطقته أو يستخدم سلطاته أو معارفه أي شخص في الدنيا اللي السيرة والسمعة هي عنوان الشخصية يعني تقدر أجهزة منية تعرف إذا كان هذا الشخص يصلح أن يمثل الشعب ولا لأ يصلح أنه يرشح في مجلس نواب ولا لأ يسن قوانين تشدد من إجراءات الترشيح لمجلس النواب لازم تشدد القوانين ما ينفعش طبعا أي حد بيترشح يعتبر صوت للشعب يعني مجرد مجرد أنه يكون متهم في جريمة مخلوب الشرف يجب أنه يستبعد على طول يستبعد من أي ترشيح لأي منصب عام أو من أي وظيفة عام بتيتا أكيد طبعا يعني ينفعش طيب أستاذة غيدة إحنا عايزين دلوقتي بنسمع منك كده بتطالبي بإيه وإيه يعني بتوجيهي هالكلمة بالنسبة لقضية بتاعتك النهاردة وعايزين أسمعك بقى شوية والله أنا طبعا بطالب بسرعة تنفيذ الحكم إن هو يتقبض عليه علشان أحس أن أنا أخذت حقي إلى حد ما الحاجة الثانية إن طبعا يعني عايزة إن أنا أخذ التعويض المناسب لحاجتي اللي أنا فقدته لأن يعني هو للأسف الشديد مش بس هو دخل وبنجرد إن هو خد حاجات يعني في البيت مادية لا هو يعني انتزع انتزع تلاتين سنة من عمري جوة الشقة دي انتزعهم يعني انتزعهم قد إيه تعبتي وقد إيه اجتغدتي قد إيه عملتي وكمان أنا كنت لسا أساسا قد إيه بنتك كمان برضو يعني بنتي كانت يعني بنتي كانت خلاص بتجهز لها القناية كانت هتتخطب فكنت حتى جاب حكاية كتيرة لها وقردي جاب حكتي أنا قد إيه صعب طبعا دلوقتي إن إحنا نعمل حاجة زي كده في الزمن اللي أنا فيه بقى صعب نجيب حاجة فقديه طبعا أكيد أكيد الضرب عليك إيه صعب جدا يعني بالضبط مش عايز أقول لك يعني ذكرياتك حياتي كلها السوري والسور ولادي ألعبهم لبسهم لبسنا كل حاجة كل حاجة تتخيليها يعني خدهم بمنطقة البساطة يعني هو انتزح حياتي هو بالضبط كده انتزح حياتي واللي كمان يعني حتى لما جيت طالبتي طبع أنت خلاص خدت الأساس وبيعته الديني حتى الحاجات بقى بتأتي المعنوية لبس ولادي لعب صورنا شهادات ولادي كل دوت للأسف يعني كل الكلام ده كل موضوع لا أنا عرفته كمان من الجنان هو طلع عندنا وقطع الصور كلها ورماها يعني طب انت ما تخصكش حاجة الشخصية حقيقي طبعا يعني انت هك كمان حرمة بيتي وحرمة حياتي ده شيء مش سهل ده شيء مش سهل فأنا طبعا بطالب ان انا اخد حقي في الحاجات اللي انا اضررت فيها بطالب بحمايتي بطالب السيد رئيس بسرعة يعني تنفيذ كل الحكم عليه واني انا قضية التعويض بتاعتي برضو ما تاخدش وقت طويل او في المحكم بإذن الله بإذن الله حقيق ان شاء الله تغذي واحنا نتمنى الحقيق ترجع طبعا لأصحابها كلمة اخيرة وسؤال اخير لحضرتك واستشارنا منقا على كلمة الرئيس السيسي التي تطالب يا مشاهدين بمواجهة الفساد ازاينا تعاون بقى في مواجهة هذا الفساد الداخلي وجميع هيئات الدولة في القضاء على هذا الفساد والله هو التعاون في الفساد ان اي شخص يكون هيمثل وظيفة عامة واي حد يعرف عنه اي حاجة مخلة بالشرف او حاجة تمثل يعني تشوه السيرة والسمع بتاعته يبلغ عنه يبلغ عنه ويكون فيه سرعة في اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشخص ده او على اقل استبعاده من المناصب القيادية او مناصب الوظيفة العامة او المجالس النيابية يستبعد فورا يعني وانا شايف السيد الرئيس يعني ب يعني اولى اهتماماته في مكافحة الفساد هذه حقيقة فعلا اكيد طبعا رجيس تيسي اكيد يعني رئيسنا كلنا تحية لي ويعني هداك شايف ان احنا عشان نواجه الفساد نتعاون كلنا نتعاون كلنا كافراد وكاجهزة امنية واي حد يبلغ اي حد يعرف اي شخص عليه شبه شبهة فساد يبلغ عنه بس يكون بالادلة لان ما ينفعش ان انا اتيح الموضوع ده هو بكلام كده يعني وإلا ما كانش كالدينة وكلها تتهم بعض شكرا لك مستشارنا مصطفى صفتي ويستاذ غيدا شكرا لك جدا ونورتونا النهاردة بس احب اوجه كلمة اخيرة كده للمرشحين كلهم انا عايزة اقول ان يصوت الشعب امانة ياريت كل واحد يرشح نفسه يا جماعة الانتخابات يكون قد الامانة الشعب طبعا مروش غير المرشحين عشان يوصل صوته واحتياجاته ويوصل كل مأسي طبعا اكيد ياريت كد لحد يدخل معركة زي دي يكون قدها ومش مطلوب منكم طبعا يعني ان احنا يبقى فيه اي شهرة او اي حاجة تانية لا احنا اهم حاجة مطالب الشعب وتعليم واحتياجاته كاملة ان شاء الله بعيد عن اي مصالح الشخصية وطبعا اخيرا نتمنى ان الحقوق ترجع لكل اصحابها وتبقى مصر دائما ان شاء الله بلد الامن والعدل والسلام وبنشكر ديوفنا وبنشكركم اعزائي المشاهدين وان شاء الله فقارات دايما جديدة ان شاء الله هستقبل كل الرسائل واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله تصبح على خير